والمقدسات كلما زاد الضغط وكلما زاد الألم كلما اقتربت ساعة النصر ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة نعم حاصرنا العالم كله وتآمر علينا البعيد وخذلنا القريب لكن هذا لن يضيرنا ما دام الله معنا إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده في عيد الفطر وعيد المقاومة هذا أتدرع إلى الله يا شعبنا العزيز بأن يربط على قلوبكم بمزيد من الصبر والثبات وأن يبلغكم ساعة النصر بإذن الله وما هي منكم ببعيد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم والتحية لكل جماهير وشعوب أمتنا وكل أحرار العالم الذين هبوا لنصرة شعبنا ووقفوا ضد هذا العدوان الصهيوني الهمجي والرحمة والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار والشفاء العاجل لجرحان الأبطال والتحية لمعتقلين وأسران البواسل والعهد والقسم والعهد والقسم لشعبنا الصامد الصابر في كل مكان أن تستمر المقاومة حتى تحقيق النصر بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذن كان هذا جزءا من كلمة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي دكتور رمضان شلح وأهم ما جاء في هذه الكلمة هو أن المقاومة ستظل درع شعبنا الحصين ولن نساوم على سلحها هذا تصريح من الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي دكتور رمضان شلح بالعودة إلى ضيفي من القاهرة السفير ترجمة نانسي قنقر